أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم رسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكن إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واللوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمتي إن الله غفور رحيم والسادقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ومن من حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم رسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم والذين اتخذوا المسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإغصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحيفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقوم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهر والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا درف أهار فانهر به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانه الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائدون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الأمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفروا إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إلئيا فلما تبين له أنه عدو لله تضرع منه إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له أنك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من ذل الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيد قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رءوف رحيم وعلى الثلاثة الذي يخلف حتى إذا ضاقت عليهم الأرض لما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم قمأ ولا نصر ولا مخمصة في سبيل الله ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موت أن يغيروا كفار ولا ينالون من عدو من نيلا إلا كتب لهم به عمله صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلأولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلؤونكم للغفار واليجدوا فيكم غلغة واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنسلت صورةهم فمنهم من يقول أن يكم زادته هذه إيمانا فأم الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأم الذين في قلوبهم مرضوا فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفترون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يطوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت صورة النظر بعضهم إلى بعض هل يركم من أحدكم من صرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءت رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عليكم حريص عليكم بالمؤمنين حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلاه عليه توتلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا أمر تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحيها إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن له قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش يذبئ الأمر ما من سفيع إلا من بعد إذنه ذلك من الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليهم ارجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات في القسطة والذين كفروا لهم سراب من حبيب وعذاب أليم بما كانوا يكرون والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره مناسل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقومه يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافل أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تدري من تحتهم الأنهار في جنة النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذروا الذين لا يرجون لقاءنا في ضغيانهم نعمه وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مرة كأن لم يدعنا إذا ضرهم مسى كذلك سين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرن من قبلكم لما ظلموا وجاءتم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا فذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آيات مبينات قال الذين لا يرجون لقاءنا بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلعته عليكم ولا أدرة به فقد لبث فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افتر على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظال لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاءنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربي فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء أمسكتم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله واسرعوا مكر إن رسلنا يكتقون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم ريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الرجل من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنديتنا من هذه لنكون النمي الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبقون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما نضيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنسلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخلت الأرض زخرفها وزيرت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمر ليلة أو نهارا فاجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسن وزيادا ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلا أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات تزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلا ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مدلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحسنهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله سهدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافل هؤلاء تغلو كل نفس ما أسلفت ورضوا إلى الله مولاهم الحق مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرسقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأغصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلك من الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون كذلك حق كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظن إن الظن لا يغلي من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افترى قل فأتوا بصورة مثله ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويلوا كذلك كذب الذين من قبلهم فانظروا كيف كان عاتبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمقسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريءون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تصمع السم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهجي العمي ولو كانوا لا يرسلون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذين عدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملكوا نفسي ضررا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة من أجل إذا جاء أجلهم فلا يسترسلون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم من أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعزل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آبأتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا توقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك حق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجسين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لفتدت به وأسروا الندمة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءت موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهؤى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فلفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فاجعلت منه حراما وحلالا قل أهى الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لدو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يسكنون وما تكون في سأل وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شوزا إذ تفيدون فيه وما يعصب عن ربك من مثقال ضرة في الأرض ولا في السماء ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في الكتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوص العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركا إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهر مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدان سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان لهذا هتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفضلون على الله الكذب لا يفلحون متاعوا في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكون واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم قوم وتذكير بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم وشركاءكم لا يكون أمركم عليكم أمة ثم قضوا إلي ولا تنذرون فإن توليتم فما سأزكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في البلك وجعلناهم خلائف وأطرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوا بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل فذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعده موسى وهاروا إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءكم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى تقولون للحق لما جاءكم لسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحد لكما بمؤمنين وقال فرعون أطوني بكل ساحر علم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئكم به السحر إن الله سيضطله إن الله لا يصلح عمال المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون العالم في الأرض وإنه لمن المصرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونتنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتهم واجعلوا بيوتكم طبلة وأقيم الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم واشدد على كل بهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أغيبت دعوتكم فاستقر ولا تتبعان لسبيل الذين لا يعلمون وجوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعه الفرعون وجوده بغيا وعدوى حتى إذا أدركه الغرق قال أمرت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم نمجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آياء وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل مروأ صدق ورزق ذاهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينه يوم القيامة يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءت الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حطت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت فرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم ينس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن معنوا في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا رؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل عجس على الذين لا يعطنون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنظر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون منه دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفة ولا تكونن من المشركين ولا تدعو من قل الله ما لا ينفعك ولا يضرب فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا رد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يرحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرى كتاب المحكمة آياته ثم فصلت ملة حكيم خبير ألا تعبدوه إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغذروا ربكم ثم تقبوا إليه واتعكم متاعا حساما إلى أجل مسمى إلى أجل مسمى ويؤتقوا الذي فضل فضلا وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يخلون صدورهم يستخلون ألا حين يستغسون فيها بهم يعلم ما يسرقون وما يعلمون إنه عليم بذات الصدور صدق الله العظيم ترجمة نانسي قنقر